مية كبرى تكتسبها العلاقات المصرية الكرواتية في ظل حرص البلدين على مواصلة العمل لتطويرها وتعزيز التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية العلاقات المصرية الكرواتية بدأت رسميا عندما اعترفت مصر بكرواتيا المستقلة حديثا عن يوغزلافيا وذلك في السادس عشر من أبريل عام 1992 وأقامت الدولتين العلاقات الدبلوماسية في أكتوبر من العام ذاته مواقف الدولتين تتسم بالتناغم السياسي والتنسيق المشترك ففي المحافل الدولية تؤيد كرواتيا مصر في معظم القرارات التي تتقدم بها وتتبادل التأييد معها في الترشيحات للوظائف الدولية وتتويجا لهذه العلاقات المميزة أصدر البرلمان الكرواتي قرارا بتشكيل مجموعة الصداقة مع مصر دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والتبحث حول عدد من القضايا ملفات دائما ما تتصدر المناقشات بين مصر وكرواتيا في جميع اللقاءات والاتصالات بين البلدين حيث تعددت اللقاءات بين القيادة السياسية ومسؤول البلدين فكان أهمها لقاء الرئيس عبد الفتاح سيسي في عام 2015 برئيسة الكرواتية كوليندا كيتاروفيتش على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة السبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وهو اللقاء الذي أشادت فيه الرئيسة الكرواتية بمشروع افتتاح قناة السويس الجديدة بل وأبدت رغبة بلادها في تعزيز التعاون بين مواني بلادها وإدارة القناة وعلى مستوى العلاقات الخارجية تعددت لقاءات الدبلوماسية المصرية والكرواتية فوزير خارجية البلدين دائما ما يركزان في مباحثاتهما على القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل وعلى تطوير العلاقات فضلا عن التوافق على الاستمرار في التنسيق المشترك بالمحافل الدولية بما يحقق مصالح ورؤى الدولتين ترجمة نانسي قنقر